اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هذه المشاكل موت الأرجار والنباتات الأخرى وارتفاع حمضية التربة وموت الكائنات المجهرية فيها وارتفاع حمضية المجاري المائية السند واحد تأثير الأمطار الحمضية على النبات من بين تأثيرات الأمطار الحمضية على النبات توقيف ظاهرة التركيب الضوئي وعدم امتصاص بعض الأملاح المعدنية الضرورية للنباتات السند الثنين كائنات حية محللة الكائنات الحية المجهرية دورها تفكيك بقايا الكائنات الحية العضبية الحيوانية والنباتية وتحويلها إلى عناصر معدنية بسيطة يستفيد منها النبات الأخضر السند رقم ثلاثة يبين المخلفات الصناعية والسند أربعة يمثل عينات تعرضت لأمطار حمضية إذن عينات من حدائق وغابات تعرضت لأمطار حمضية التعليمات من خلال السياق والسندات أجب عما يلي فسر العلاقة الموجودة بين موت الكائنات الحية المحللة واختلال النظام البيئي ثانيا استنتج عواقب المصانع الكيموية على النظام البيئي أخيرا اقترح أربع حلول من شأنها المحافظة على توازن النظام البيئي مره مباشرة لحل هذه الوضعية نبدأ بالسؤال الأول تفسير العلاقة الموجودة بين موت الكائنات المحللة واختلال النظام البيئي إذن من خلال السياق والسندات السند رقم اثنين الذي تحدث عن الكائنات الحية المحللة ودورها والسند رقم ثلاثة الذي يبين لنا المخلفات الصناعية والسند أربعة الذي يعطينا لمحة عن عينا تعرضت للأمطار الحمضية إذن من خلال هذه السندات الثلاث ومكتسبات القبلية فإن موت الكائنات الحية المحللة بسبب الأمطار الحمضية يؤدي إلى توقف عملية تحلل المواد العضوية أو بقايا الحيوانات والنباتات إلى عناصر معدنية إذن الأمطار الحمضية تؤدي إلى توقيف عملية تحلل المواد العضوية إلى مواد معدنية وبالتالي افتقار التربة للأملاح المعدنية التي يحتاجها النبات الأخضر أو نقول حرمان النبات الأخضر من هذه الأملاح المعدنية وبالتالي موت النباتات وحدوث اختلال في توازن النظام البيئي لأن أغلب الكائنات الحية تعتمد في غبائها على النبات الأخضر فإذا اختفى النبات الأخضر حدث اختلال في النظام البيئي نمر للسؤال الثاني استنتاج عواقب المصانع الكيميائية على النظام البيئي من خلال السياق والسندات 2، 3، 4 ومكتسبات القبلية فإن المصانع تؤدي إلى تشكل أمطار حمضية والتي تتسبب بدورها في موت الكائنات الحية المحللة التي تزود التربة بالأملاح المعدنية الضرورية للنبات الأخضر إضافة إلى توقيف عملية التركيب الضوئي التي يصنع من خلالها النبات الأخضر غذاءه والمواد العضوية التي تستفيد منها بقية الكائنات الحية وبالتالي موت النباتات هنا نقول موت النبات الذي يعتبر الحلقة الأولى في السلسلة الغذائية فإذا اختفى النبات تختفي بقية الكائنات الحية التي تتغذى عليه وبالتالي يحدث اختلال في توازن النظام البيئي إذن اختفاء النبات بالضرورة يؤدي إلى اختفاء بقية الكائنات الحية التي لا تجد ما تأكل فتموت بسبب غياب أو انعدام النبات الأخضر نمر الآن إلى آخر سؤال اقتراح حلول للمحافظة على توازن النظام البيئي من خلال السياق والسنادات الأربع ومكتسبات القبلية أقترح ميل أولاً بناء المصانع بعيداً عن الغابات والمساحات الخضراء ثانياً استعمال المكافحة البيولوجية بدلاً من استعمال الأسمدة الكيميائية ثالثاً المحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض وحمايتها وأخيراً القيام بحملات تشجير واسعة وذلك بهدف تنقية الجو من غاز سيودو وتزويده بغاز الأكسجين والآن نمر مباشرة للوضعية الإدماجية الثانية التي اخترتها لكم اليوم من أجل المحافظة على حيوان الرنة قامت سلطات الأريزونا والتي تقع جنوب غرب أمريكا بالقضاء على أزيد من ثمانية آلاف ذئب وذلك ما بين 1905 و1920 ارتفع عدد أفراد حيوان الرنة ارتفاعاً منحوظاً لكن بعد خمس سنوات عند 1925 كانت النتائج المتحصل عليها معاكسة تماماً لتلك المتوقعة والنتائج مبينة في الوثيقة رقم واحد لدينا الآن مجموعة من السندات السند رقم واحد عبارة عن منحنى بياني يمثل تغيرات عدد أفراد الرنة والذئاب بدلالة السنوات السند رقم اثنين الرنة هو حيوان عاشب يتغذى على النباتات المختلفة والعشب والأشنات معظم سلالات الرنة من الأنواع المهاجرة يمكنهم السفر إلى 3000 ميل كل سنة للبحث عن مصادر الطعام السند الثالث التنافس هو علاقة بين نوعية كما يمكن أن تكون ضمن نوعية وتظهر عادة عند انخفاض مردود معين كالغذاء أو المسكن أو للحصول على السيادة أو التزوج التعليم قارم بين عدد أفراد الرنة وعدد أفراد الذئاب على مر السنين ثانيا اشرح سبب السقوط الحر لعدد الرنة سنة 1925 رغم القضاء على مفترسيها وأخيرا استنتج شروط توازن النظام البي نمر الآن مباشرة لمناقشة وحل هذه الوضعية الإدماجية نمدأ بسؤال الأول المقارنة بين عدد أفراد الرنة وعدد أفراد الذئاب على مر السنين من خلال السياق والسند واحد نلاحظ بأن عدد الذئاب سنة 1905 كان كبير في حدود عشرة آلاف ذئب ثم بدأ عددها بالانخفاض بسبب القضاء عليها ما بين 1905 إلى 1920 إلى غاية القضاء عليها أو الإنعدامها بينما كان عدد الرنة سنة 1950 قليل جدا مقارنة بعدد الذئاب ثم بدأ عددها بالتزايد تدريجيا حتى بلغ 100 ألف رنة سنة 1920 ثم تناقص عددها فجأة بين 1920 و1925 إلى غاية إنعدامها واختفائها سنة 1940 إذن كانت هذه مقارنة بين عدد الذئاب وعدد الرنة خلال السنوات من 1905 إلى غاية 1904 نمر الآن مباشرة للسؤال الثاني تفسير سبب سقوط أعداد الرنة سنة 1925 رغم القضاء على مفترسها من خلال السياق والسندات السند الأول أعطانا معلومات عن تناقص عدد الرنة السند رقم 2 أعطانا معلومات أو أعطانا معلومات عن حيوان الرنة والسند الثالث أعطانا علاقة العلاقة الموجودة بين أفراد الرنة إذن من خلال هذه السندات الثلاث فإن القضاء على الذئاب أدى لزيادة عدد الرنة بشكل كبير مما أدى إلى تنافسها على الغطاء النباتي وعلى الغذاء الموجود وعند تناقص الغذاء لجأت للهجرة من غرب أمريكا لمناطق أخرى أين يتوفر الغذاء والماء إذن كان هذا تفسير سقوط الرنة بشكل مفاشئ الآن نأتي إلى آخر سؤال والسنتاج شروط توازن النظام البيئي نحن نعرف بأن النظام البيئي هو عبارة عن العناصر الحية زائد العناصر اللاحية والعلاقات التي تربط بين هذه العناصر الحية والعناصر اللاحية وبالتالي فإن شروط توازن النظام البيئي تتمثل في استقرار العناصر الحية والعناصر الحية ثانيا استقرار السلاسل والشبكات الغذائية لأن اختفاء أي حلقة في السلسلة الغذائية يؤدي إلى تزايد الحلقة التي تليها وهكذا ومنه يحدث اختلال في توازن النظام البيئي إذن توازن النظام البيئي مرتبط ارتباطا كبيرا باستقرار السلاسل الغذائية إذن كانت هذه وضعيات إدماجية اخترتها لكم راجية من المولى أن أكون قد وفقت في اختيارها ووفقت في شرحها دمتم أبنائي طيبين وإلى لقاء آخر